موسيقى مشاهدي الكرام أهلا بكم في هذا البرنامج الذي يتناول صفحات مشرقة من حياة الصحابة والتابعين ومواقف وقصص مؤثرة من تضحيات ذلك الجيل المتفرد في عطائه المغدق في إيذاره الجيل الذي حير الدنيا وأذهش التاريخ نتناول في هذه الحلقة صحبيا جليل هو حبيب بن زيد رضي الله عنه في السنة التاسعة للهجرة كان الإسلام قد صل بعوده وقويت شوكته ورسخت دعائمه فطفقت وفود العرب تشد الرحال من أنحاء الجزيرة العربية إلى المدينة المنورة للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامها بين يديه وكان من جملة هذه الوفود وفد بن حنيفة أناخ الوفد جماله في حواش المدينة وخلف على رحاله رجلا يدعى مسيلمة بن حبيب ومضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم فأكرموا وفادتهم وأمر لكل منهم بعطية وأمر لصاحبهم الذي خلفوا على رحالهم بمثل ما أمر لهم لم يكد الوفد يبلغ منازله حتى ارتد مسيلمة وقام في الناس يعلن لهم أنه نبي مرسل أرسل إلى بني حنيفة كما أرسل محمد إلى قريش فطفق قومه يلتفون حوله مدفوعين إلى ذلك بدوافع شتا كان من أهمها العصبية حتى أن رجلا منهم قال أشهد أن محمدا لصادق وأن مسيلمة لكذاب لكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر ولما غلض عوده واشتد أمره كتب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها فأرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رسالة إلى مسيلمة جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وانتدب لحمل الرسالة بطل قصتنا حبيب بن زيد وكان يومئذ شابا مؤمنا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه مضى بالرسالة كما أمره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودفع بها إلى مسيلمة فما كاد يقف على ما في الرسالة حتى استشاط غضبا وحقدا وضغينة وأمر أن يقيد ويؤتى به إليه ضحى اليوم الموالي وجعل عن يمينه الطواغيت من كبار أتباعه وأذن للعامة بالدخول عليه وقف حبيب وسط هذه الجموع مرفوع الهامة كأنه الطود الشامخ فالتفت إليه مسيلمة وقال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال مسيلمة وتشهد أني رسول الله قال حبيب في سخرية لاذعة إن في أذني صمما عما تقول فتميز مسيلمة غيظا وقال لجلاده اقطع قطعة من جسده فأهو الجلاد بسيفه على حبيب وبتر قطعة من جسده وأعاد عليه السؤال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال وتشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمما عما تقول فأمر أن تقطع قطعة أخرى من جسده والناس شاخصون بأبصارهم مبهورون من تصميمه وعناده ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع وحبيب يقول أشهد أن محمدا رسول الله حتى صار نصفا من جسده بضعا مقطعة منذورة على الأرض ونصفه الآخر كتلة تتكلم ثم فاضت روحه وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي الأعظم الذي بايعه ليلة العقبة رضي الله عنه وأرضاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر